مشاهدين بالعودة للخبر الأبرز في نشرتنا حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ التميم بن حمد الثاني رفضائية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة جاء ذلك خلال قمة بالقاهرة جمعت زعيمي البلدين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الذي يقوم بزيارة لمصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وأليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفي ذلك السياق بحث الزعيمان أصعيد العسكرية الأسرائيلي في قطع غزة وما يرتبط به من تحديات أقليمية تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة كما تم تأكيد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة ورفض محاولات التهجير القصري واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بالإشادة إلى أن الجانبين أكدان استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة وفي نهاية الزيارة حرس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع اسمه الشيخ اتميم ابن حمد آل ثاني أمير دولة قطر من مطار القاهرة ترجمة نانسي قنقر